اشتركوا في القناة مدرسية آمنة لطلابنا وطالباتنا وخاصة بالمدارس الحكومة بناء على الدراسات التي وزارة الصحة قامت فيها في 2016 لحتى نحكي أكثر لماذا هذه الحملة وليش هذه الحملة وين هذه الحملة رح تكون معنا سجا عضو حملة صحة ابني بتهمني وفتون عبدات أيضاً من حملة صحة ابني بتهمني صباح الخير صباح لولد أهلا أهلا وسهلا فتون أهلا وسهلا سجا الحب من عندك فتون خبريني أكثر عن هذه الحملة أنتم مجموعة من الطلاب من جامعة اليارموك بديتوا فيها شو اللي حرك فيكم أنه لازم تعملوا هذه الحملة خبريني عنها بالبداية بشكلكم جداً على الاستضافة وبشكر قناة رؤية اللي دايماً عم بتمثللنا واجهة شبابية دائمة في الحقيقة طبعاً حملة صحة ابني بتهمني بالبداية هي حملة انطلقت في جامعة اليارموك بتنظيم من 24 شاب طبعاً مختلف تخصات الجامعية حملة تحت مظلة عمادة شؤون الطلبة طبعاً اللي دعمتنا بشكل كامل طبعاً ممثلة بالدكتوريا أمل انصير مشكرها دائماً على دعمها حملة عم تستهدف بالأول والآخر طبعاً مفهوم السراتيجي الوطني للصحة المدرسية اللي عم نسعى إله فعلياً ليأثر بشكل كبير على مدارسنا والصحة المدرسية الموجودة فيه هذا المفهوم طبعاً أطلق ما بين الأعوام 2018 و2022 وعم بحكي عن ناحية جداً كبيرة بالصحة المدرسية وكيف أنه نفعلها بشكل كبير طبعاً وكانت شاركية ما بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وهدفه الرئيسي طبعاً لهو كيف نعزز الخدمات الصحية في المدارس ومكوناتها أهى تمام طيب لو بدنا نحكي اليوم عن كيف بدنا نعزز الصحة في المدارس وإيش متطلبات اللي لازم تكون موجودة في المدارس لحتى نحس أنه عن جد أطفالها موجودين ببيئة آمنة صحية طبعاً أول شي ساعة صباحكم بشكر قناة رؤية على هاي الإصطافة الرائعة أول إيش يعني أي إشي بالحياة أي عمل بنعمل بالحياة بنحتاج لأهداف طبعاً أكيد يعني قبل الأهداف رح كون عنه تخطيط داخل الأعضاء فكان عنا مجموعة من الأهداف اللي هو الهدف العام اللي هو تحسين الخدمة الصحية داخل المدارس برضو كمان عنا الأهداف الخاصة اللي هي تعيين ممرض أو مصحب داخل المدارس التي يتراوح حدث طلبتها بين 500 طالب وألف طالب بشكل أنه بدوام كامل كما تبقى لما جاء في الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية برضو كمان عنا توجيه المستشفيات على تقديم الخدمات الصحية في المؤسسات التعليمية الحكومية وأيضاً الإشراف عليها في المؤسسات التعليمية الخاصة برضو كمان عندنا المادة إحنا كمان هدفنا أنه تفعيل قانون القانون المادة الرابعة وفق روام القانون الصحة العامة اللي هو تقديم الخدمات الصحية لطلبة المدارس ورياض وحضانات الأطفال وأيضاً كمان ما شي قدمنا الخدمات وأمنناها طبعاً هذا راح يكون لزام أصحابه لازم يكونوا على تحت إشراف هذه الوزارة برضو كمان عندنا اللي هو المادة 6 من القانون الوزارة التربيع والتعليم اللي هي تنص على أن تقوم الوزارة بتوفير مهام تحسين تحسين الخدمة الصحية توفير الرعاية الصحية والإرشادية لطلبة المدارس كجزء من المسؤولة الاجتماعية كمام تمام إحنا عم نتفرج على صور لمبادرتك هذولا كانوا زيارات إلنا بالحملة في الحقيقة غمنا فيها حنحكيها إن شاء الله كانت زيارتنا لقاب المعلمين والعليمية خبريني عن الفعاليات اللي عملتوها طبعا إحنا كان عندنا فعاليات جدا كبيرة وخطط وزيارات لحتى نمشي أكثر بحملتنا ونكون فاعلين على مستوى المجتمع ككل أول شي نطلقنا إحنا كأعضاء حملة من عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليارموك طبعا مثل ما حكيت لك أخذنا عدة تدريبات في مجال كسب التأييد وكيف نكون فاعلين وكيف نأثر في المجتمع وكيف نطلق حملاتنا اخترنا الموضوع طبعا وهو موضوع حملة الصحة المدرسية لأنه موضوع في الحقيقة كان جدا فينا نحكي في حوادث جدا أليم صارت وأدت لحوادث وأدت لفقدان عديد من أبنائنا لهيك انطلقنا بهذه الحملة طبعا بعدها مشينا بعدة زيارات كانت أول إشي من خلال أعضاء الهيئات الددريسية لنبحث أكثر عن القانون وندرسه بشكل أكبر وكيف نفعله بشكل أكبر بعدها انطلقنا للمدارس لنشوف طبعا الواقع الفعلي للمدارس وكيف فينا انفعل هذا القانون وكيف نشوف الفرق بين وجود ممرض وغرف صحية وبيئة صحية مؤامنة وكيف نشوف الفرق بدون وجود هالإشي ولمسنا فعليا فرق كبير يعني روحتوا زيارات على مدارس عندهم ممرض ومدارس ما عندهم ممرض؟ شو الفرق اللي لقيتو؟ هلأ هو القانون موجود أنه لازم بكل مدرسة رسمية أو أكثر يكون فيه ممرض أو طبيب؟ شو لقيتوا الفرق؟ بحب أسمع منكم يعني انتي وسجة بالحقيقة يعني أنا وسجة وأعضاء الحملة يعني زلنا العديد من المدارس طبعا عمستوى الشمال لو فينا نحكي كانوا المدارس عم بيعانوا يعني اللي ما عندهم ممرض كانوا عم بيعانوا من فينا نحكي بيئة يعني فينا نحكي بمفهوم سيئة يعني بيحتاجوا لغرف صحية بيحتاجوا لمعدات طبية بيحتاجوا حتى لممرض مسعف لحتى أي حادث بصير خصوصا مدارس الأطفال يعني شافة سجل صح؟ أحنا ماشي أنا فتون أنا زميلة فتون زلنا مجموعة من المدارس كان من ضمن مدرستين فالرقب بين المدرسة اللي يوجد فيها ممرض والمدرسة اللي لا يوجد فيها ممرض طبعا كانت المدرسة اللي فيها ممرض كانت أكتر أمان كانت طالب إنه مرتاح نفسيا طبعا تعليميا بزداد إذا كانت طالب مرتاح صحي ونفسي رح يكون تحصيل الأكاديمي أفضل وهذا الإشي رح نشجح فيه ولكتدام وبرضه كمان عن المدرسة التي لا يوجد فيها ممرض كانت تعالي من فقر في الأدوات الصحية ما كان فيها مثلا صيدلية أو أدوات إسعافات أولية وبرضه كانت المدرسة بعيدة عن المركز الصحي طبعا أنا هون بس بدي أنوه شغلة كتير مهمة لكل الأشخاص اللي عم بتابعونا إنه إحنا كمان المشكلة بالكثير من المدارس وخاصة خارج المدن الكبرى إنه هي بعيدة عن المستوصفات وبعيدة عن المراكز الصحية فعشان هيك مهم يكون زي ما أنتو عم بتقولوا في دوام كامل للممرض أو للمسعف داخل المدرسة تمام بس حبيت أنوه كمان لبعض الزيارات الأخرى اللي قمنا فيها واللي تم عرضها نعم أخي قمنا أيضا بزيارات للنقابات المهنية اللي بنعرف إنها كم بتشكل بالمجتمع فائدة ومحتوى كافي زرنا طبعا النقابات اللي بتختص موضوع حملتنا اللي هي نقابة المعلمين نقابة الأطباء ونقابة الممرضين وأبدو استعدادهم فعليا وانبسطوا كثير من موضوع الحمل وأبدو استعدادهم لدعمنا بشكل كبير أيضا قمنا بزيارة لمجلس النواب طبعا وزرنا رئيس لجند الصحة والبيئة الدكتور عيسى خشاشنا يلي أيضا أبدأ استعداده لدعمنا بشكل جدا كبير وكانت أيضا زيارتنا لمؤسسات المجتمع المدر منهم جمعية حماية الأسرة والطفولة اللي كانت ممثلة بالأستاذ كاثم كثير وطبعا كان من الدعمين لحملتنا وأيدها وكان على استعداد أن يكون راعي الحفل للإيفنت القادم إن شاء الله لما نعمله هلأ واضح أنه أنتو تنتين كتير أو أنتو كل شباب وصبايا الحملة مؤمنين جدا أنه لازم تفعيل هذا القانون اللي هو صدر عن مزارة التربية والتعليم لازم تفعيله أنه يكون فيه ممرض بكل مدرسة عند عدد طلاب 500 أو أكتر طب أنتو لوين حابين توصلوا بهذه الحملة قدير رح تستمروا فيها شو حابين تشوفوا يعني إذا بدك تقول واو حققنا كل شيء لوين حابين توصلوا وسجد فضل تمام أول شيء إحنا حابين نوصل إننا نعين ممرض دخل المدرسة فرضاً ما إحنا طبعاً نحطين خطة بديلة وخطة عمل بديلة لهذا الأشياء فرضاً ما صار تعين أو موافقة مثلاً أحد الوزارات على تعين الممرض اللي هي مثلاً تعين ممرض لأربع مدارس بشرط أنها تكون مدارس مثلاً قريبة من بعضها أو مثلاً كمان إننا نعمل مشاركات مع مؤسسات التوميب بشرط أنها تتعمنا بالأدوات الصحية وكمان عقد دورات إسعافات أولية بالتعاون مع أحد المراكز الدفاع المدرسة تمام تمام هلأ والإفنت القادم المفروض إنه بنهاية شهر اثنين لحتى تعلنوا الحملة بشكل أكد تمام نعم نحن منعرف طبعاً إنه التمريد من أكتر القطاعات اللي عليه طلب ودائماً يتم التشجيع للشباب والصبايا إنهم يقدموا على التمريد لحاجتنا الماسة بهذا القطاع بالذات يعني ممكن هذا كتير يوظف ممرضين شباب خصوصاً لأنه هو فيه الأكتر طلب يعني فيه شباب وبنات فمدارس البنات بيكون فيه ممرضات مدارس الوناد بيكون فيه وهو كان خلال زيارتنا لقبة الممرضين أكيد كان عندهم ركود إنه ما فيه إنه مجال إنه يتوظف الموهد الممرض بالزرط هم يعبين عشان هكذا إحنا 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 إلهم فرصة إنهم يصيروا يعني قديش رح تستمروا بالحملة إن شاء الله إحنا إحنا مستمرين حتى نفعل القانون وإن شاء الله لأنه بالنهاية إحنا شباب يعني قبل ما نبلش بالحملة كان عندنا هدفين أساسيين لحتى نوصل إلهم يعني بالبداية إحنا اطلقنا هاي الحملة من بفعل الحوادث اللي صادت واللي قرأناها واللي هم يعني بمثلوا إخواننا أبنائنا بالنهاية وأيضاً بدافع إنساني ودافع شباب يبحث لنشجع الشباب دائماً لأنهم يكونوا فاعلين في المجتمع كثير مهمة اللي عم تعملوا وعنجد يعطيهم ألف عافية كثير من كون فكورين إنه شوف الشباب والصبايا بالجامعات ألبهم على بلدهم ألبهم على عائلاتهم وعائلتهم الكبيرة اللي هي العائلة الاردنية وعندكم هذا الشغف والإيمان برسالتكم مشكركم سجل حجات وفتون عبيدات أهلاً سهلاً فيكم من عملة على الاستضافة حتى ابني بتهمني شكراً